ملتقى حوار وعطاء بلا حدود صباح الخير بداية ما نعرف المشاهدين على فكرة ملتقى حوار وعطاء بلا حدود الفكرة نبسأت تقريبا من حوالها أربع سنوات قبل كان في جمعية برأسها نفس الشخص اللي كمل بالملتقى اللي هو الدكتور حمود طلال حمود أسس جمعية من 2005 اسمها جمعية عطاء بلا حدود وجمعية هي خيرية واجتماعية ومجتمعية بالألفين ومن أربع سنوات حس أنه الوضع صار بده أكتر تعاطي سياسي اجتماعي إنساني حواري فأسس انبسأت عن الجمعية الهاللقاء اللي سميه بوقتها ملتقى حوار وعطاء بلا حدود يعني ملتقى حوار وعطاء بلا حدود ولد من رحم جمعية ولد من رحم جمعية عطاء بلا حدود نعم فيه ظروف نعم فيه ظروف معين لتأسيسه ظرف معين أو ظروف من أربع سنوات يعني بالالفين وسبعة عشر نعم إذا بيتذكروا كل الناس والمشاهدين أنه كان الظرف السياسي والمالي بلا يتأثر غير مستقر غير مستقر نعم ما كان فيه وضوح بعض بالرؤية ومراحين بس كان غير مستقر اثنين حس الدكتور طلال أنه فيه تباعد بين الناس يعني الناس كل واحد قاعد بزاوية وبيهاجم الآخرين نعم طب هدى التهاجم ما بيفيد يعني ولا بيقدم ولا أي حلول يعني نعم فقال أنا طبعا مش لوحده مع فريق عمل مميز أنه نحن لاش ما منروح ونعمل شوية حوارات مع الناس يعني وهي ما فيه حل بالحياة إلا بالحوار يعني ما فيه شو نحن بلد لسنا بلد توتاليتاري ولا بلد مسيطر علي طمعي نعم نحن متحاورين مع بعضنا نعم وقوة لبنان هو بالحوار وبالتعايش بين الناس ديمقراطية وبعد تعدد التعدد التواقف وتعدد الاحاية قوة ما نضع فأسس الملتقى من 2017 لتاريخ اليوم للأربع سنوات بنى إذا بدك تجمع ملفت للنظر بيضم نخبة طبعا كل الناس نخبة بس أنه نخبة من الناس اللي بهذا الوسط يمشتغلوا نعم نعم سياسة فكرة أدبة علمة اقتصادة اجتماعي مهنة نجمع يعني صلنا تقريبا لتاريخ يعني مش منسى عملنا حساب تقريبا قطعنا تقريبا لألف شخص نعم ألف شخص في لبنان وفي خارج لبنان هنو الربنانيين كمان في خارج لبنان موقمين بالخارج بحكم أعمالهم أو أشغالهم دخلوا على هذا الملتقى نعم 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 في سياسة واقتصاد في سياسة الاقتصادية في التنمية صحة في الصحة في البيئة في عدة اشياء اجتماعية المجتمع والمواطنة يعني عدة أقصام هيدا الأقصام الهدف أنه إذا نكتب فيها مقال أو نكتب فيها أي طرح أو نعمل دراسة بتكون قريبة للناس اللي عم بيقروها تيكون إذا واحد بدي يريد أو يجاوب أو يقترح نعم فمن ألفين وسبعة عشر لا حديث لألفين وتسعة عشر لم يكتفي الملتقى بطرح هالفكرة نعم نعمل مؤتمرات مؤتمرات حضورية في بيروت وجمعت عشرات إذا بنا نقول ميات الأشخاص يعني نعم كل مرة يلتقى ميتان وخمسين ثلاثمية شخص أربعمائة شخص بفنادق ببيروت لا لفكرة الحوار نعم ما بيتفاجأ الناس أنه الناس بعيد عن بعضها لأنه الإنسان هو عدو ما يجهل وكبان تكنولوجيا ساهمت بهذا الموضوع وساهمت بهذا الموضوع وبعدين كرهيت الناس ببعض بس بس تلتقى يلتقوا اللبنانية اللبنانية بيحبوا بعضهم يعني كا شوف أنا بالسياسة في بعض سياسيين عندهم مشاكل يمكن حتى شخصية بس الناس بتحب بعضها أنت بتلتقي بكل شخص من غير طواقف من غير مناطق ما بيعني لك شيء بيعني لك أنه هو لبناني من صفات اللبنانية خاصة بالخارج بالخارج متحدين قوات بتفوت السياسة بس نحنا ما بقول ببعض يعني أنه إذا بنعمل انتخاب النهار لأحد بنتقاتل لأحد تنام بتطرق الإشياء يعني أنه نهار يعني نهار نهار الانتخاب بس تنيوم منضل وليت ضايعهم بوع وريقين نفس الشي بالسياسة تنفع لي بعدين السياسة هي فن الممكن أنه إذا اليوم علقاني أنتو فلان بكرة حتتتفق أنتو نعم وأثبت لبنان مدى تاريخه أنه ما فيه اثنين ضلوا متتفقين لفترة طويلة وما فيه اثنين ضلوا مختلفين على فترة طويلة العدو بصير صديق بسياسة وهو هايس ويرسة كيف لك أنه بعدين بدك تحبي بجمهورك فيه يعني مش بس هيك يعني صارت أصع فرحنا على هذا الحوار اللي عملناه على مؤتمرات مهمة اللقاءات كانت ورش عمل جاية جدا من بعد حراك بـ 17-20 وهالقلب النوعية اللي صارت ووعي الشباب كمان وعيوا الشباب على مسؤولياتهم الوطنية وهي نقطة كتير مهمة طبعا نحنا ما عم نقيم إذا الحراك نجح ولا ما نجح مش دورنا نحنا دورنا أن نحنا نرائب اللي عم بصير وكتير من أعضاء الملتقى طبعا كانوا شاركوا فعليا بهذا الموضوع نعم نحنا رح نحكي عن الحراك وعن نحكي عن نشاطات الملتقى بدنا نعرف اللجنة المركزية نعم كم عضو بالضم نحنا من بعد بعد الحراك يعني وبعد من حوالها شي تقريبا شي شي 17 شهور نعم يعني بحوالها زيراء تموز وبهالفترة نعم قرر الدكتور طلال أنه هذا الكمية من الناس المميزين وهالمسؤولية صار بدأ إدارة ما فينا نضل بس هايك أصحاب بدأ إدارة تنظيمية نعم فشكلنا كلنا سوا نحنا لجنة مركزية لتدير هيدا هيدا الملتقى وتنظم لأموره وتعمل للنشاطات بدلش أن احنا تسع أشخاص بعدين صرنا 11 هلا نحنا رسميا 11 شخص بس في بلان أنه نكون نحنا 11 بعدين نصيروا 13 شخص بس يعني لديم الرقم أمبار لأنه بالجمعيات لازم يكون فيه رقم أمبار إذا فيه انتخاب أو أي قرار بدي يتأخذ بدي يكون فيه نص زائد واحد مثل بالدولة نفرده مزوج على الدارش حالا نفس المبدأ بس وراح يكون فيه مجلس أمناء لأنه قوت بديك تصوي بالبوصلة قوت واحد بتروح بيقول فعيلك الشخصي ما بتنتبه أنه يمكن عم تعملي خطأ لازم يكون فيه دايماً حدا نحن نسميه مجلس أمناء يصوي بالبوصل لأنه رح ينتبه هيدا نحنا فينا نعملها ما فينا نعملها كمان رح يضم شخصيات وأشخاص والحلو يمكن نحنا عم نخبر يمكن أول تلفزيون نطلع لها أنه احنا صار عنا علم وخبر قبل ما كان فيه علم وخبر كان ملتقى أشخاص تقدم طلب رسمي لوزارة الداخلية وأخذتوا علم وخبر مبروك مبروك أخذنا العلم والخبر الرسمي لها الجمعية لها الملتقى لأنه فعلياً الحوار هو أساس الوطن أساس كل شيء لأنه صار عنا لجنة مركزية منظمة هذا الموضوع صار عنا علم وخبر لأنه صار عنا أنتيتيه إنونية صار عنا فكر إنوني رسمي أساسنا صار عنا مؤسسة صار فينا إذا بدك نحكي فيها نحكي عنا مرجعية حدا غلط بيتحاسب لأنه فينا نضل مجرد هايك أصحاب وحديين صار فيه إلى سبغة رسمية سبغة رسمية بتغطي كل العمل اللي عم بيقوم في الملتقى حقيقة الفضل بيعود طبعاً هو من غير جاري أعيش بفرنسا بين فرنسا ولبنان دكتور طلال حمود واجه له تحية كثير بس كل فريق العمل اللي معنا باللجنة المركزية حتى بأعضاء الملتقى مميزين يعني حقيقةً والحلو بالموضوع أنه نتقاتل لرصلحة لبنان نحن عنا كان لقاء بحلقتنا السابقة مع مادام سوزان الحيدر كمان نعم كمان مميزة جدا معنا بالفريق دكتور داع اللي حكينا عن ملتقى عن اللجنة المركزية وعرفنا أنه صار عندكم علم وخبر بلنا نحكي عن أهداف الملتقى شو هي أهدافه؟ اختصر بثلاث كلمات الحوار والحوار والحوار يعني بس تقولي حوار الهدف هو طرح طروحات جديدة للوطن يعني نحن الوطن اللي مرء من 100 سنة لليوم من 1920 إلى 2020 أثبت على الأرض واقع على الأرض أنه في مشكلة يعني في مشكلة بالنظام في مشكلة بالسيستامة في أشكلات كبيرة طيب هالإشكلات الكبيرة كيف منعالجها؟ بنظل ناطرينها طيب نحن مواطني لبنانيين إن كنا في لبنان أو خارج لبنان طيب إلنا كمواطن نطرح هلأ منقدر بنوصل ولا ما منقدر نوصل هذا موضوع تاني بدأ نضغط يعني نحن بنعمل منعمل منعمل مؤتمر منعمل ورشة عمل منطلع منطلع توصياته منظر لا تنفيذة يعني مثلا خاصة بموضوع بموضوع الوداء على المودعين منا معركة يعني معركة ومازلنا وقدامنا دعاوة رسمية بهذا الموضوع مظبوط حتى كمان كان عندكم حملة للحكومة طبيعا نحن حقيقة هالملتقى عم بيجمع كل 15 يوم تقريبا عم نعمل ورشة عمل جدية ونجمع فيها ناس مفكرين ومخططين بالقطاع الصحي بقطاع بقطاع اللقاح بقطاع الودائع بالوضع السياسي بالمقترحات السياسية بالمقترحات الإصلاحية بالمقترحات الاقتصادية فترة يعني تقريبا اكتر من 8-9 شهر الملتقى وبعدين نظم العمل اكتر بشكل دوري عندنا لقاء طبعا عبر زوم اكيد لانه ما فيها البرزنسيال بهذا الموضوع بشكل جدي بما انه حضرتك حكيت عن النشاطات خبرنا شوي عن النشاطات الملتقى من اول ما تأسس نحن نعرف انه وكبته الحراك وكبته فترة الحكومة بلبنان اطلقته حملة خلصونا بدها حكومة شعار خلصونا حتى قصة الموضعين حتى المبادرة الفرنسية اللي كان لكم مواكبة شو هي اهم نشاطات الملتقى منذ تأسيسه من اربع سنوات ومثل معرفنا كمان فيه كان الذكرى السنوية لتأسيسه مش من زمان نعم نحنا اللي عملناه نحنا طبعا ملنا السلطة سلطة ارار نحنا السلطة بتوجي وبتبادر وبتعطي توصية هيدا السلطة مش نحنا واحدنا فكتار غيرنا بلبنان بس نحنا لانه جمعنا هالناس حقيقا حتى سياسيين وحاليين موجودين معنا وحتى سياسيين سابقين ضباط يعني كل الناس اللي الى دور ويجمعنا اذا بدك حقيقا هو حب الوطن حتى التفاني يعني هيدا شي انا بقوله بشهد عليه حب الوطن والتجديع الحوار نعم هلا أهدافنا عم نطبق يعني أهداف اللي هي الحوار 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 هدفها نبني رؤية جديدة للوطن أصدر من حوالها شيء بشهر أيلول سنة الماضي بأيلول 2020 أصدر الملتقى رؤية وطنية شاملة كاملة من بنود إصلاحية لرؤية جديدة للبنان الجديد إذا بنسميها أو وطن سميناها لبنان 2030 لأنه ما فيك تبني وطن بكرة وبعد بكرة بده سنوات أنا بده وهي الرؤية حملناها وبرمنا فيها على كل نقابات لبنان لأنه عنا أناعة أنه نقابات لبنان هني قوة هني بمسلوا عدد كبير من الناس قوة ضغطة قوة ضغطة يعني تقريباً عنا بين النقابات الموجودة في لبنان النقابات الأساسية الكبيرة اللي عندها عدد كبير النقابات أقل وأصغر عددة مش معناتها أنه أقل قيمة بس أقل عددة بس شو عنا نقابة المحامين نقابة المهنسين والأطباء كمان والأطباء إن كان ببيروت وحتى رحنا على الشمال وبرمنا عليهم وسلمناهم فعلياً هيدا الرؤية وفيه كثير اعتمدوا وصل فيه مؤتمرات من وراها لدراسة هيدا البنود تبعاً نعم وتم توزيع على سفرات تم توزيع على كثير من أصحاب القرار في لبنان والخيرج لأنه هيدا الرؤية إجت من نتيجة هالجلسات اللي عم نعملها نعم وهالمؤتمرات اللي عم نعملها ثمرت هذا العمل نعم أسمرت هيدا الرؤية وما ما زلنا عم نضغط لها تنفيذة فيه صعوبة لأنه انت عليك نوعين من التفكير في لبنان نحن نحكي عن الصعوبات نعم نشاطاتكم على أي أساس بتختاروا المواضيع يعني بتعرف بلبنان لحد هلأ فينا نحكي بكذا موضوع كهرباء والبنوكي وكل هالتفاصيل على أي أساس ملتقى حوار وعطاء بلا حدود بيختار نوع النشاطات أو نوع الحملات هنا نوعين هنا خطين نعم خط اللي هو العام يعني اللي هو مثلا معلق به النظام السياسي نعم بالنظام الاقتصادي هذا العام وفيه الشيء الآن يعني حدث يعني مثلا كوفيد 19 حدث خلق صار فعملنا مؤتمر عن هذا الحدث المبادرة الفرنسية حدث انفجار مرفق بيروت المشوم حدث يعني عملنا شيء عنه مباشرة وبالتالي هيدا هيدا القرار ما فينا لأنه الإشياء بتلقوله الزبرة ديت ما عمينا النش طايبة وبالتالي بدي يكون هيدا لاحق الحدث بلاحظته نعم هيدا كلنا بناخد قرار سريع جدا اللجنة المركزية أنه هيدا موضوع حساس وليزم نمشي فيه في موضوع العامي يعني مثلا المودعين هذا موضوع عام ماشيين فيه وإساسنا جمعية لألو ودع اسمها ودع عنا حقنا وعم نتابع مظبوط فيها واتصار فيه دعاوة تقدمت وشكاوة تقدمت ضد المسؤولين والمصارف وهيدا يعني هيدا موضوع ماشي بشكل خلص هيدا التزام إذا بدك التزام كامل شامل للملتقى خلق هيدا مشينا فيه الأشياء الآنية هيدا كل يوم بيوم يوم إذا جد شيء طارق بلبنان لازم نعمل فيه لازم نحكي عنه الناس تحكي عنه نحن الموضوع طارق بلبنان كتير كتير تقريبا يوميا تقريبا يوميا بس نحن نأخذ الحدث الأكبر واللي بيأثر على حياة الناس يعني الكوبيد ناينتين بيأثر على حياة الناس نعم وحتى عملنا حملة للتوعي للطلق الأخذة للقاحة يعني نحن نعتبر حالنا مسؤولين مش أنه ولا نحن أحسن من غيرنا كل الناس بيخير وبركة بس نحن ملزمين مثل غيرنا يمكن في غيرنا بس بيتفرج وما بيعمل شي بيقول يلا في مشكلة طب إذا شو الحل نحن الفرق بالملتق بيننا وبين غير من المنتديات سياسية وفكرية أنه نحن ما بنعمل يعني نعمل ما بنعمل ردد فعل نعم نحن بنحاول نعمل فعل يعني نحن بنقول فلنقم بهذا العمل قداش بنجح معنا أفضل من أنه تقول ردد فعل لأنه والله في شيء مش مزبوط طب إذا مش مزبوط شو عملت نعم يعني إذا ما بتكون إيجابة وعملة ومهنة وتحارب لتحسين الوضع رح يضل وضع متل ما هو صح وإذا ما عملنا توعية توعية للناس يعني هالناس بتحل وخاصة بس يكون في إعلام مثل حضروا تكون أو أي إعلام نحن نطلع على كذا تلفزيونات أو بتنزل بالجرائد أو بمواقع التواصل خاصة هالقيام مثل ما حضرتك حكيت في مواقع التواصل الاجتماعي قوية بشكل كتير قوي توصل لعشرات أليف الناس وينما كان بالعالم طب هيدا نسموه بالإعلام متركاج يعني هالمتركاج الإعلام اليومي عن الملتأ وعن النشاط وعن هذه الفكرة وصلها بشكل سليم وعلمي ومدروس وتصحيح المعلومات لدى الناس إلا ما تعطي نتيجة إذا شبر ده وقت إلا نحنا ملنا عسكر لا يمكننا أن نفرض نحن نحاور وهذا دورنا الأساسي يعني حاملين على عاتقكم رية التوعية والحوار خاصة هلأ موضوع التوعية موضوع كتير مهم خاصة هلأ بوجود مواقع التواصل الاجتماعي والشائعات اللي عم تطلع والأخبار المفبركة خاصة بمواضيع كوفيد-19 عصيرت جائحة كورونا وكوفيد-19 يعني شو اللي تغير بعملكم شو اللي فردته هيدا الجائحة اللي منعرف غيرت أساليب حياة شو اللي غيرت بعمل ملتقى حوار وعطاء بلا حدود ما فيكي تنكري أنه اللقاء بالأشخاص هو حكتي دائما حلو نعم اللقاء الواجهة بمؤتمرات تتعرك على الشخص بتشوفي لأنه أنا من الأشخاص اللي بيدربوا أنا دكتور جامعين تدرب كمان بعلم الفراسي والوزو والبادي لانجوج وهو لي طب ما تشوفيه على عسكرين قدامك على الشاشة وهو بعيد وتكون فيه قريب وتحسي أنه إذا عم بيستوعب ولا مش عم بيستوعب في كتيره هيدا الدور كتير مهم هذا للأسف فأدني يعني كوفيد ناينتين بعد الناس عن بعضه فلنسل تشغل بالترباية أو بالبيت أو بالمكتب بعيد عن المكتب بعيد عن جو بيسموه الأمانة الوظيفة والجو الوظيفة نعم فنحنا كمان من الناس بالملتقد فعنا حقه يعني كمان معدل عم نقدر نلتقى بشكل كتير قوي عم نلتقى بشكل يا إفرادي كمان على زوم أو أي نوع تاني من المواقع التواصل بس ما عم بيعطي إذا بدك تقليل جمال اللقاء المباشر حتى اللقاء المباشر بيدول كورونا صار في مسافة متر بينك وبين الشخص فأدنا للروابط الإنساني هذا حس إنساني بتحسي بالشخص بوجوده بالطاقة الإيجيبية اللي بيعطيه أو طاقة سلبية بس أنه بتحسي بالطاقة هي هيدا للأسف فأدنها فنحن غيرنا نمط التعاطي ما وقفنا أبداً النشاط نعم غيرنا النمط نحن على مواقع التواصل وعم نتواصل بهذه الطريقة قويت على عدد مواقع التواصل نعم تحط مقال ما حدا بلحق يقرها لأنه ورا رغري بيطلع عشر مقالات يعني ما حدا بلحق أنه في ضغط على كل مواقع التواصل في لبنان صح لش الملتقى أخذ هذا لأنه لازم نظل أول شي نحكي لازم نظل نعمل مؤتمرات أو لقاءات ورش عمل ورش عمل تخصصية عملنا كمان يعني بكوفيد نينتين عملنا ورش عمل تخصصية جبنا الناس المتخصصين يعني نقيب نقيب أطباء أبو شرف كان موجود كان رئيس اللجنة الصحية عاصم أرهج نعم كله الموجودين كانوا عم يشاركوا بشكل فعلي لأنه في مسؤولية وطنية عم ناخد نحن الخبر من المصدر نعم ما عم ناخده بالإشاعة وبالتالي المصدر صار عندك مرجعية رسمية فيك تبني عليها تتخبر الناس هيدا الحقيقة والواقع تبع الكوفيد نينتين وتبع اللقاح وتبع نينتين بريوسال والأعداد وفعليا الأرقام وقداش نحن وضعنا صعب صح فاكتخذية من المصدر أنا فين نظل أول أنه والله في حالات صعبة باللبنان ما إلا علاج طب أدا شو هذا وهم صح عطيني رقم عطيني عدد وهذا عم ناخده من من مصدر هيدا قوة الملتقى أنه صار إذا الحقيقة صرنا يعني عاب وحد يحكي عن نفسه بالنجاح بس صرنا رقم صعب بالمعادلة بالمعادلة السياسية في لبنان صرنا الرقم الصعب يعني أنه صرنا مرجعي بيسألونا وفيه أشخاص ما بيعرفوا عنه بيدخلوا بيقولوا بيتمنى عليكم ضمونا قبل للكلنا نحن نروح نقلو نتفضر وشيركم عنه مصدر موثوق هلأ صرنا نحن بنتمنى عليكم ضمونا لإلكم لأنه أثبتوا جدية واحترام لبعض واحترام للوطن واحترام للرأي الآخر لأنه توعد يكون عنده رأي آخر مختلف عنه وتحترم رأيه ما في تهجم ما حدا بيتهجم على التاني بالعكس لأنه هذا هو الهدف ما هو اسمه حوار عم نتحول أنت بتعطي رأيك أنا يعني بحترم لك رأيك بحول أنعك وأنت بتحاول بتحترم لي رأيه بتحاول تأنعني باش علي أنا أقل له أحترم رأيك صحيح بالعودة للملتقى دكتور دال طيب ما كنا بنعرف كأعداء لجنة مركزية بتجوا من من دينية وسياسية وعقائدية مختلفة كيف قدرتوا أنكم تحافظوا على الحوار البناء بين بعضكم ضمن شو بيجمع شو بيجمع الناس غير الوطن ما بيجمع الناس ما بيجمع الناس إلا حب الوطن نعم هذا الأسف فإذا أنت ملتزمة بهدف اسمه هذا وطن يعني أنت وما بتكوني بالعالم نعم رح تظل لك لبنانية وإذا أخدت جنسية تانية معك جنسية تانية بس لا أنت تتخلي عن الجنسية الأولى أنت لبنانية شو جمعنا جمعنا أول شيء احترامنا لبعضنا كلهم عندهم خبرات يعني اللجنة المركزية تتمتع بكل شخص بمجاله مميز عنده خبرة تاريخ بهذا المجال إن كان بالعمل العام أو بمهنته نعم وبالتالي والتالت شيء إذا بدك نحنا اللبنانية كثير منكسر الجليد بلحظة يعني منقرب قربت هل المصيبة جماعتنا مثل مصيبة الوطن جماعتنا نعم وجماعتنا على الخير جماعتنا على الحوار فكثير في إذا بدك تجانس وتقارب فكري بين الأعضاء خاصة يعني الـ 11 تقارب هلأ سنة 13 يعني تقارب فكري كتير قوي وحتى واحد بيحكي كأنه الكل حكي يعني يمثلون الكل لأنه ما في انتقاد الأزى يعني إذا بنعطي ملاحظة للتحسين في النهاية مشتبعين على فكرة أساسية مثل ما حضرتك تفضلت وحكيت اللي هي حب الوطن صح يعني هذا الشيء يكفي لواحده على أنكم تسعوا لخدمة الوطن وخدمة أبنائه بالعودة لإلك دكتور دال نعرف حضرتك 12 بالشأن العام لأكتر من 45 سنة المجتمع المدني والشأن العام بدت تخبرني كخبرة شخصية الشأن العام والمجتمع المدني من سنة لهلأ شو فرق من كورونا لإلى السنة لهلأ شو فرق مع أنه خارج لطاء الحوار عن الملتق مع احترام للموضوع بس دائما نحن مسؤولين المجتمع المدني بلبنان صاحب المبادرات دائما حتى بالعمل الدولة في مكان والقطاع الخاص في مكان آخر ونجح لبنان بالقطاع الخاص نفس الشيء بالمبادرات في وزارة شؤون اجتماعية في وزارة عمل في كتير وزارات بس نجح المؤسسات اللي هي تابعة المجتمع المدني بين المزدوجين الصح لأنه في مشكلة بالمجتمع المدني أنه في ناس أخذوا هذا الطابع أنه هذا مجتمع مدني للافادات الشخصية وإزيوا المجتمع المدني اللي بيشغل فعليا لأنه في جمعيات رائعة بالبنان تعمل نشاط مميز كتير وعندها نجاحات تاريخ بهذا الموضوع اللي صار معنا من الكوفيد 19 اعتبرنا نحن كل جمعيات اللي هي بتوعنا بالشأن العام أنه صار فيه مسئولية وطنية لأنه فيه ناس عم تتوفر صار فيه مسئولية وطنية تحول قسم كبير من شغلنا من العمل المجتمعي والدورات التدريب للعمل الدعم المادي والدعم الطبي والدعم الصحي المباشر للناس يعني أمنا معدات أمنا شغل وهلأ نحن بالجمعية وصلنا كمان من تغيرت الأولويات والأجندة الأجندة تغيرت يعني هلأ وصلنا مساعدات نحن كمجتمع كجمعيتنا من خارج لبنان للمساعدات معدات براميديكال يعني هذا ما كنا أب نفكر فيه يعني هذا ما كان دورنا فلنعم ننتقل على غير دور لأنه المجتمع المدني هو ابن الشعب يعني وقوته أنه موزع بكل لبنان يعني بكل لبنان فيه جمعيات يعني ما بيش في حاجة أنا بس بيروت أو بس صيدة أو بس طرابل وينما كان بكل بلدي في لبنان أقل له في التعاونية ولكل موضوع وفيه ولكل موضوع خاص وفي كتير إذا بدك الأول اللي صارت كمان أنه وأنا دائما نبشيد فيها النساء في لبنان اشتغلوا شغل كتير السيدات في لبنان المجتمع اللبناني الأنسة يعني اللي هن خسرا بالجمعيات يعملون بنشاط وبشكل جدي لأنه عندهم الحس الوطني وعندهم الحس الإنساني يعني يعملونه بيضحوا عندهم الطاقة والإندي بيشاركوا بيتابعوا خلل مثلا جمعي مثلا أنت الصليب الأحمر فيها متطوعين بالألاف كاريتاس بالألاف متطوعين بس بيقدموا بيقدموا وقت وجد إديش في ضيع في لبنان يعملوا طبخ ووزعوا للناس الوضع صعب تحت ستار الظلم بالظلام أو بالضاو يعني أنه في ناس للأسف بالضاو بيحبوا يباينوا مع الكاميرات بس في كتار ساعدوا بعضهم تياب أكل مصاري إدوية هذا عمل المجتمع المدني يعني المجتمع المدني لو ما ظل هو وقف على إجراء وسبت حاله مثل بالملتأ يعني نحن بالملتأ عمل سياسة أدبة فكرة وطنة توجيه كلمة والمجتمع المدني نحن كمان من المجتمع المدني الملتأ من المجتمع المدني يعني صفة عسكرية العضو النساء لعب دار دار مهم خاصة بالكم سنة اللي قطعه قادر أنه يثبت فعاليته نعم طبعا أساسا الأمرأة هي عصب المجتمع نحن مش عاملة تغزل بس هي العصب الأساسي بالمجتمع نعم وتدور حولي ما هي أم ما هي مربية ما هي بتبني البيت فإذا البيت كانت التربية السليمة فيه عصب الكيك بيطلع مواطن سليم يعني ما هو القصة مرتبطة ببعضها ما هي العصب الأساسي للبنى العيلة ونحن لبنان كله سوا مبنى على العيلة نعم وأنا كنت مغترب وبعرف شو قيمة الوطن يعني بس قريب يعني إنزل بس كوني برية لبنان بس ترجعي أو تفك بس كوني بأي ما كانت فكري بوطني بتفكري لأنه أنت منتمي لحزب معين أكيد لأ دكتور لأنه عائلتك نعم دكتور دال باختصار لأنه دهمنا الوقت شو أنشطة المنطقة المستقبلية نحن بعد ما صار عنا العلم والخبر الرسمي رح نكمل بموضوع لأنه صار عنا الصفة الرسمية تنكمل بالدعوة من ميل تانين من الجمعية ودعونا حقنا والملتقى رح نقوم بتحصيل ميل الناس لأنه هذا واضح جدا أنه صار فيه سرقة موصوفة بهذا الموضوع نحن نكملين فيها للآخر ورح نمشي بموضوع الرؤية الوطنية اللي نحن عاملينها تنحاول أدمى فينا لأنه هذا وطننا نحن مسلم عنه نعم دكتور دال حتى عدو اللجن المركزي بملتقى حوار وعطابة لحدود أنا بدي أشكرك بدي أقول لك الله يقويكم بالملتقى وإن شاء الله نستضيفكم بحلقات جاية نحكي عن نشاطات مستقبلية شكرا لك شاهدين موعدنا لليوم خلص أنا بلاقيكم بحلقات جاية خليكم معنا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة